لكن في الآخر البلد عندها وزي ما بقول كده ترد على أي حد وعجبني الخارجية أمبارع كنت بقول الخارجية لازم ترد بشكرهم أنهم ردوا بهذا الرد رد هو طبعا مقتضب ولكن كل كلمة فيه لها معنى لأنت كمان مش داخل خناء يعني مش داخل خناء مع الأمريكان لا أنا بقول لهم لو سمحتوا أنت بتقولوا وأنا كمان لازم أرد عليك عشان أقول لك خلي بالك أنت بتكلم مع دولة كبيرة مش دولة صغيرة وخلي بالك اللي صدر ده أحكام قضائية وخلي بالك لا تربط ما بين القضاء وما بين السياسة ما تاخدش مضوعات دي في السكة دي وأعزي أقول لحضراتكم فيه لو فيه ميزة موجودة لا الأمريكان عبروا الإرهابي محمود عزت ولا الأوروبيين ولا حد عبر محمود عزت محمود عزت الطص حكم مشدد مش هتكلم عليه اترامها تاني بقول لك اتراموا بالنسبة لهم اتراموا مش موجودين هم مهتمين بعلاقة فتاح ده بالنسبة له الأهم علاء والبقر والتاني ده أكسجين هما دي المهم بتاع الخارجية الأمريكية طلع مبارح كده نيت برايس مبارح وطلع في المؤتمر الصحفي ده خارج كاتب الكلمتين مرتبينهم طبعا مع الإدارة يقروهم الأول للإدارة هنقول البيان ده بالنسبة للمصر نوجه الرسالة دي لمصر اه توضلوا خارجية مش بتطلع بيان من دماغه يعني لا بيطلع بيان بنانة الرئيس لازم يكون قراءه أو تكلمه معاه وزير الخارجية يتكلم جو بايدن يقول له هنعمل بيان كذا اعمله بيان يقرأ البيان يطلع متحدث يقرأه في المؤتمر الصحفي زي ما حصل هو الموضوع كده ما فيش خارجية بتشتغل من دماغها تشتغل بتنسيق في أي دولة في العالم خارجية هي بتنفيس سياسة الدولة الخارجية ليش وزير الخارجية طالع يقول لك كلام لا خالص في رسائل محدد عايز يطلع وزير خارجية في أي حتة يقول رسائل محدد متحدث سياسة خارجية يعني تبدأ الأول طلع متحدث فلرد عليه متحدث لو طلع وزير خارجية يرد يطلع وزير خارجية يرد هي السياسة كده ودنماسية كده طلع إدارة طلع جو بايدون يتكلم أو غيره يطلع وهكذا انت بترد على حجم مستوى اللي طلع يتكلم يعني لو كان حد أقل كان ممكن يطلع إيه صرح مثلا لكن طالما طلع متحدث خارجية أمريكية يطلع متحدث من خارجية المصرية يبقى الأمور واضحة خارجية الألمانية يطلع متحدث من خارجية الألمانية أو الخارجية المصرية يترد وهكذا هو ده الشغل الحكاية دي خليوا بالحضراتكم لأنها بتبقى محسوبة بدقة مين هيرد على مين التوقيتات إيه طب التوقيت إيه النهاردة إن احنا نتكلم عن مصر أو عايزين عاكن وبالمناسبة ما حد يشبع عاكن علينا خالص ولا حد يقدر عاكن علينا نهائي بلد